طيب أروح للأستاذ عبد المنعم فاهمي واخد تعليقه على هذا القرار وتحديدا عايز أسأله بخصوص المتوقع حدوثه خلال المرحلة القادمة بالتحديد فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإزاي يتم تطوير الكرة الأفريقية سواء على المستوى الإداري أو المستوى الفدي وكمان مستوى التحكيم لأن اللغة دايما بيبقى موجود في الجانب التحكيم يا أستاذ عبد المنعم والله أنا شايف أن المرحلة أحمد أحمد كانت مرحلة عصيبة للغاية كانت مرحلة سيئة جدا للكرة الأفريقية وشايف أن كانت في قرارات بتحكمها لا يحكمها الملعب ولا يحكمها الحكام ولكن كانت تحكمها العوام الأخرى وعوام الخارجية شفنا قرارات غريبة جدا شفنا تحكيم هو الأسوأ في تاريخ القرى الأفريقية أتمنى أن تكون المرحلة المقبلة يعني فارقة في تطوير الكرة الأفريقية لأن الكرة الأفريقية تستحق الكثير من مسؤوليها أشعر أن الكرة الأفريقية تمتلك من الإمكانات الفنية والمادية والبشرية الكثير ولكن لا تجد من يحنو عليها من المسؤولين وده شيء مع الأسف الشديد غريب جدا المفروض يكون عندك مسؤولين يكونوا يهتموا بالكرة الأفريقية أكثر من اهتمامهم بأنفسهم واللي حصل مع أحمد أحمد طبعا أكبر دليل عن الكرة الأفريقية لا تحظى بالدعم والاهتمام الكافي من المسؤولين وهذه نقطة سلبية تؤدي طبعا إلى تراجع الكرة الأفريقية وهذا ما لا نتمناه وبعد أسف هذا ما حدث وخلال المرحلة المقبلة نتمنى أن نقول أن هم شيء في القصة أنه المسؤول الأفريق الذي جاء يكون عنده القابلية والدفعية والرغبة الشيئة في التطوير وليس في البحث عن المصارح الشخصية المصارح الشخصية لا تدوم يا أمير المصارح الشخصية دائما تؤدي بصاحبها إلى ما قال إليه أحمد أحمد